مشاهدين وينضموا إلينا من بغداد معاون مدير عام الشركة العامة للحبوب نعيم المكسوصية سيد نعيم أهلا بك معنا إذن كما سمعت إلى التقرير السابق هناك اتهامات لكم من البصرة الديوانية بتوزيع رز تالف على وكلاء البطاقة التموينية تؤكد أم تم في هذه الأنباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا أهيب وأتمنى على وسائل إعلام كافة التأكد من الخبر قبل نشره من خلال إطلاع على الوسائل وآليات الفحص المختبري والوثائق الموجودة عندنا التي تؤكد صلاحية هذا الرز للاستهلاك البشري فيما قص هذا العقد العقد هو كأي عقد آخر يعني أنه آليات الفحص مالتا المتبعة في كل عقود الوزارة هي أن تكون الشركة فاحصة في ميناء التحميل وهي شركة منتخبة ومصادقة لها من قبل جهاز تغيص وصدر النوعية وهي شركة سويسرية شركة كوتكني معروفة يعني هي من قامت في فحص هذه الكمية ومن خلالها تم تحميلها إلى هذه الشحنة وإلى العراق لما تجي العراق أيضا يأخذ نماذج من الكمية وترسل إلى قسم السيطرة النوعية تابع لشركة العام نشاط الحبوب وهو قسم مختص وقسم جدا كفو ومحتر به أيضا من قبل استقيق سيطرة النوعية ومن أقل مختبرات في شقة الأوسط مختبر عراقي سيد ناعم تقصد نعم 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 مختبر سيطرة النوعية تابع لشركة العامة الجافة سويانة بالتقرير تحدث أن المختبر العراقي خاتم على رفض دخول هذه الشحنة فأخذت إلى مختبر إماراتي وتمت الموافقة وأدخلت الشحنة إلى البلاد أنا جاي جايكم هذا الحظي هو أنا على الموضوع ليش أنا أكدت على أنه المعلمة تأخذ من أساسها ليس من وسائل التواصل المهم فحصنا أكد فحصنا أكد أكد أنه الكمية صالحة للسلاك البشري وهذه وثائق موجودة وعندي حالية موجودة نسخة من شهادة التحليل لشركة كوتيكني وشهادة التحليل خاصة بمختبر وزارتنا بعد ذلك ظهرت أنه خلافات ليست جوهرية يعني ليست الكمية صالحة للسلاك البشري صالح السلاك البشري إلى بعض المواصفات كانت غير مطابقة وهي هذه المطابقات عالوتينية عادة تحصل في كل عقود وعلى أساسه يتم خصم مبلغ من المجهز يعني المجهز رفض ذهب إلى حسب منذ العقد المجهز من حقه أن يذهب إلى فحص ثالث ذهب إلى فحص ثالث حسب منذ العقد إلى شركة تيو في الألمانية وتم فحص أخذ نماذج من الكمية وفحصها أيضا وظهرت نتائج صالحة للسلاك البشري ثلاث فحصات ثلاثتهم أكدا على صراحية الكمية للسلاك البشري والكمية أن أنا أود أشير أن الكمية بدأت في التفريق من حوال 12 يوم ليس من البارحة ولا أول البارحة يعني 12 يوم كانت في تفرغ الباخرة يعني لماذا الآن أو يعني قبل يوم أو يوم ما بدأ طيب لماذا هذه الدعاءات ظهرت في البصرة والديوانية فقط وهناك أيضا من يقول بأن هناك ظهرت حالات للإسهال بسبب تناول هذا الرز لأنه بعضها وصل إلى المستهلك أيضا وأكو كلام يقول المحافظات الشمالية رجعت هذه الشحنة سليمانية إجاب التقرير لا لا هذا الحشي هذا كلام غير دقيقي يعني كمية وزعت كل محافظة العراق وكل محافظة السلمة كل عراق سلمة كميات المخصصة لكل محافظة أما الإسهال فما أعرف أنا إشهادت يمكن أن تغير الطبي أكد أن هذا بسبب الرز أو غير الرز على كل أنه أكو حالات وهي حالات بكل الباخر تحصل أن نتيجة قسم الأكياس الأكياس بالباخر تضرر نتيجة تعرضها لمياه البحر فهذه الأكياس أن الباخرة محملة بحوالي أكثر من ثمانمائة ألف كيس رز إذا تضرر منها ميتين أو مية ليس هذا معنى أن الكمية كلها غير صاححة للساكل البشر إذن كيف تفسر إدعاءات حكومتي البصرة والديوانية سيد نعيم حكومتين محلية اتهمت وقالت هاي الشحنات فازدة يعني هم يعني هو ما كمية ما فازدة كميات موجودة في مخازنهم وممكن أنه أي جهة تفحصها يعني اللي هم احتمدوا وأنا أتوقع على أن كمكيس ظهر بكميات دامجة وهذه ليست أن جايها من شيء مضررة وإنما هيها تضررت من مياه البحر حتى لو تضررت من مياه البحر شلون تتوازل لا لا هذه كميات تعزل تعزل على ظهر باخرة كميات ليست كبيرة يعني بالأكياس عدد أكياس مو أكثر من خمسين ستين كيس تعزل ويستقطع أقيامها من مجهز بعد حال يتم عزل كميات هذه عزلها طبعا عددنا في مناء قصر مختبر خاص بعزل كميات الكياس اللي بيها تضرر اللي نتيجة مياه البحر بقط مياه البحر ليس أن تضرر من مجهز هذه تعزل وتستقطع أقيامها من المجهز طب إن حدث ووصلت هذه الشحنات يعني المتضررة في حال أنه تكون واصلة لوكلاء البطاقة التموينية بهذه المحافظتين يعني قد أعطوا رشوة وفسربوا هذه الشحنات أو شلون تفسرها العدد؟ أيضاً عندنا في مواقعنا في كل محافظات هناك مختبرات تقوم باستلام الرز الوارد من الماء قصر من الشاحنات وأيضاً في حالة أن نتسرب كيس أو كيسين في كل شاحنة أيضاً يعزل ويكتب بي لشركة وأيضاً كل هذا كل محافظ يجمع وبعد ذلك تم استقطاع ما قيمته من مجهز يعني أنه عندنا في كل مكان في كل مكان فاحصين ومختبرات تقوم بفحص الكمية وحتى بعد توزيحها للوكيل هناك رجلة استلام وتسليم تسليم الرز والحنطة لجان مختصة في محاصيل مختبر تقوم بتسليم المواد يعني حسب الشهادة الصادرة من السيطرة النوئية أنه هذه صالحة للاستلاك البشرية فالتسليم ليس أنه عشوائي يعني أنه مسيطرة عليه ضمن آليات وضوابط معينة يتم توزيع المواد المواد الخاصة والبطاقة التومينية نعم كنت معي من بغداد معاون مدير عام الشركة العامة للحبوب نعيم المكسوسي شكراً على توجودك معنا